إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيراً ما بعد أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الحب الكرام مع الكلمات التي سطرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهي عبارة عن مواعد وعبر من كلامه رحمه الله قال الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل قال الذنوب عبارة عن جراح الذنب مقابل الجراح الجرح معروف يؤذي الإنسان وربما يؤذيه طولة طيلة حياته وربما يعني ينزله القبر يوماً هذا في واقع الناس هذا الجرح الملموس المحسوس ما بالك بجرح خفي وهو معنوي الذنوب الذنوب تجرح القلوب وتدمي القلوب وتبعد الإنسان عن علام الغيوب الذنب محل تأثيره القلب لهذا قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب كالصفا لا تضره يعني كالبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه وصف نبوي دقيق عظيم هذا الوصف النبوي لو عرض في التلفاز ومشاهد لهذه الكلمات لتفطرت قلوب الناس فبالتالي الذنب يؤذي القلب علاج هذا الذنب الذي سبب جرحاً في القلب ما هو علاجه؟ علاجه الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار قال سبحان تعالى عن عباده المؤمنين الأخيار قال وبالأسحار هم يستغفرون فالاستغفار يمحو الذنوب من أصلها ومن جذورها فيعود القلب صافياً نقياً تقياً تشرق فيه الأنوار حتى يصبح أبيض أبيض من البيض هكذا قلوب الناس لهذا لما قال رحمه الله الذنوب جراحات حقيقة قال ورب جرح وقع في مقتل يعني نهى الإنسان نهاية إيمانية أبدية قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول معقول هذا الكلام نعم معقول وواقع ومنقول الذنب يجر ذنب والخطيئة تجر خطيئة والسيئة تجر سيئة صغائر صغائر ثم كبائر فكبائر ثم هلك فبالتالي حذاري نحن لا نقول الناس معصومون ربما يقعون ويقعون لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحي قال لو أن ذنوبكم بلغت أعنان السماء ثم استغفرتمون لا غفرت لكم ولا أباني ويقول رحمه الله من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته كلام جميل وموعظة بليغة قال من أراد صفاء قلبه أراد لقلبه الصفاء بمعنى البياض والنقاوة والإنشراح والطمأنينة قال فليؤثر الله على شأهته بمعنى إذا تحركت فيه شهوة البطن كحب المال أو شهوة الفرج أجلكم الله كحب كذا وكذا مما حرمه الله فليترك هذا كله وليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يأثر ما عند الله يريد ما عند الله يريد ما عند الله فلهذا ترك هذا الأمر لأجل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال فيخيره الله من الحور للعين ما شاء لمن لمن غض بصره عن الحرام فبالتالي يعني بعض الناس في زماننا هذا نحن الآن ربما قلوب بعض الناس وليس الكل البعض منهم فيه من الأذى ما الله به يعلم والسبب أنه يرى ويسمع يرى ويسمع يرى ويسمع أشياء تثير الشهوات وتثير الشبهات وتعصب في قلبه وتتعب نفسه وتقلق حياة كلها من أولها إلى آخرها بسبب أنه لم يجعل لي لأحاسيسه ومشاعره انضباطا قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فبالتالي أقول ينبغي الإنسان إن صح التعبير في مصطلح الناس في عرفنا الحالي يجعل لجوارحه وقلبه كنترول يتحكم فيه إذا ما فلت منه يوما ما ألحقه بالاستغفار وهكذا حتى يلقى الله لهذا من اتصف بهذه الصفة العظيمة سعد يقول رحمه الله القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها كلام نفيس جميل يقول هناك قلوب متعلقة بالشهوات شهوة الفرج شهوة البطن هكذا أصبحت حياتهم ليلهم ونهارهم كيف يأكلون أموال الناس بالباطل وكيف يأكلون الحرام وكيف يتفننون في أكل المال بالباطل بأساليب ملتوية وكيف يقعون في الحرام ومن دولة إلى دولة والعياذ بالله مرقص إلى مرقص ومن كذا إلى كذا هكذا بعض الناس مفلوت لم يجعل لجوارحه يعني انصح التعبير تقييد مقيدة بل هكذا مفلوتة وسوف يندم على جوارحه هذه يوما ما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلي انظر إلى هذه الحقيقة الثابتة التي سوف تقع وتسمعها في أرض المحشرة يقف عبد من عباد الله في أرض المحشرة ويقرره الله سبحانه وتعالى بمعاصيه وذنوبه التي استكبها طيلة حياتي في الدنيا قال يا رب أنا لم أفعل شيء ملائكتك كذبوا علي أنا ما فعلت ولا أرضى إلا شهيدا من نفسي فيقول الله سبحانه وتعالى القوي الكبير المتعال قال كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا أو حسيبا فيختم الله سبحانه وتعالى على فما فيتسكر ولا ينطق بكلمة ثم يأمر الله سبحانه وتعالى تقول اليد أنا فعلت كذا وكذا وكذا في يومي كذا مع كذا مع كذا تاريخ تفصيل دقيق واليدين تتكلم والرجلين تتكلم والعينين تتكلم والجلود تتكلم منظر مهم فيستردون حياة كلها ثم الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يتكلم ثم يتكلم ماذا يقول يقول سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أناضل يعني أدافع يقول أنا ما تكلمت بذاك الكلام إلا حتى أنجيكم من العذاب فإذن القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها يعني واحد تجد مدمن أمر معين من المعاصي هي غرامة هي حياتة هي أنسة هي لذة ولا يعني يريد أن يفتك منها إطلاقا هذا بقدر تعلق قلبه بهذه المعصية يحجبه الله سبحانه وتعالى عنه بمعنى لا يستجيب الله دعاء ولا يشرح الله سبحانه وتعالى صدره ولا يسر أمره ويضيق الله سبحانه وتعالى عليه حياته قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فاحذروا أيها الحب الكرام من الشهوات والوقوع فيها وإذا ما أذنبت ذنبا ما ووقعت في شهوة ما فاستغفر واكثر من الاستغفار فإن الاستغفار تمح السيئات ويقول رحمه الله القلوب آنية الله في أرضه فأحبه إليه أرقها وأصلبها وأصفاها كلام جميل مبهر للعقول قال القلوب آنية الله في أرضه وصف بأن القلوب كأوعية مبسوطة على ظهر الأرض بمعنى كالسجل كالكتاب المفتوح وهذا حقيقة لأن قلوبنا أيها الحبة مفتوحة مام الله سبحانه وتعالى ليس فيها سر عنده سبحانه وتعالى يرى ما في هذه القلوب كلها القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء قلوب العباد كلها يقلبها كيف أشاء من شاء أقامه على الطاعة والعبادة ومن شاء أزاغه فلهذا يقول القلوب آنية الله في أرضه أحب هذه القلوب إلى الله من أرقها يعني قلب رقيق بمعنى أنه خاشع وخاضع لمولاه قال سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم فهذا القلب الخاشع الرقيق الذي ما إن يذكر آية من آيات الله إلا وتهل دموعه على خديه ووجنتيه كحال أبي بكر رضي الله عنه وعضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي في الناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير البكاء ما يتحمل من يسمع آية يبكو من خشة الله أيضا وأصلبها أي أقواها بالحق قال عيصة سام المؤمن القوي ليس في عضلاته وإنما في قلبه بإيمانه بتوحيده المؤمن القوي خير نحب إلى الله من المؤمن الضعيم قال وأصفاها أي أنقاها لا تغش لا تخدع لا تحقد لا تحسد ليس فيها رياء ليس فيها شرك وإنما فيها الخير كله من توحيد بأسماء الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ومن الخشية والرغبة والرهبة إليه تبارك وتعالى هذه القلوب التي هي هي آنية الله في أرضه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يطهر قلوبنا ويستر علوبنا ويرفع لنا ذكرنا ويقيل عنا عثراتنا وأن ينزل علينا البركات ويقيل عنا العثرات ويرفع لنا الدرجات ويكفر عنا السيئات إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر